خبر عاجل ومهم أعلنت هيئة رعاية ذوي لعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسماء المشمولين بإجراءات الفحص الطبي والبالغ عددهم 249 مستفيدا في محافظة ميسان بعد تقديمهم على منصة أوري الألكترونية لشمولهم براتب المعين المتفرغ وفق قانون رقم 38 لسنة 2013 وبيانت رئيس هيئة رعاية ذوي لعاقة والاحتياجات الخاصة الحقوقية ذكرى عبد الرحيم أن المواطنين المتقدمين للشمول الألكتروني ضمن منصة أور في محافظة المثنة عليهم مراجعة اللجان الطبية من يوم لحد الموافق 25 شباط عام 2024 لغرض أخذ موعد الفحص الطبي لاستكمال جراءات الفحص الطبي وحصولهم على القرار الطبي وبيان شمولهم براتب المعين المتفرغ من عدمه لافتة إلا أنه سيتم نشر أسماء المحالين إلى اللجان الطبية في باقي المحافظات تباعا راجين الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان إكمال المعاملات بانسيابية عالية أحبتي المشاهدين من يود مشاهدة الفيديوهات بدقة عالية وبالكامل على الفيسبوك وعلى اليوتيوب فقط أكتب الإعلامي على الدلوي بالعربي ولكم من التحية الإعلامي على الدلوي ترجمة نانسي قنقر